ما بالخصالة الرائعة والزوينة اللي خاص تكون عند كل أنثى هي الشخصية القوية واللي والدها هم اللي تكونوا مسؤولين عليها هم اللي تربوها فيها اللي كتخليها أنها وخطيح كتجمع الوقفة وكتستمر لأنه فاهمة وعارفة باللي أنا والحياة بهذا الطريقة غادي تربح فيها ذاك شي باش في حلقتنا الليلة غادي نشوفوا هاد المثال حي مع رانيا اللي في آخر قصة نهاية اللي هي زوينة سلام سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي كنتم لانا كنت تكونوا باخر وعلى خير أموركم هانية أحوالكم طيبة اليوم الحلقة نتعادي حكايته كيف ما شفتو دائرة توازن اللي بغي تفرج فيهم بزوج ما نحرم حتى شي حد فيكم وكيف كتعرفوني اسميتي هي مؤنساتي في كوزينتي في طريقي في قيوتي في برواتي في معجبكم حطوني المهم أن من نسكم هذه حكايته دنيوية وسلسلة الأنبياء ذينية كنتم توازن فقبل ما قد ندخلو في حلقة الليلة ما تبخلوش عيات ضغط على زر الإعجاب ونقول لكم بسم الله يالله لنبدأ أنا رانيا حنا بينا ثلاثين تعالخوط غديم ضبط طفولتي كيف بزاف لأنه عنده دور كبير في حياة الإنسان أنا الحمد لله من حسن ظني أني عشت طفولة اللي هي مزيانة وبابا خدم علينا وماما ربت بيت ما كان خاصنا حتى شي خير لابسين ضحكين ولله الحمد واحد العائلة اللي كنا متفاهمين مع بضياتنا ما كانش مشكل من هد النحية أنا إنسانة كانت هادئة في الصغر ديالها ومخلقة واللي شفته كان قول لي السلام وقاع الناس كانوا تيحمقوا عليا حيث كنت كان حصار من الجامعة كنت نبغي قرأتي بزاف كبرت وانا مشتهدة حتى وصلت لباك وهنا فين غادي تبدأ قصة تفاصيل متاع قبل لا داعي لذكرها لأنه حياتي أنا ذاك كانت عادية فهذه المرحلة بالضبط كنت على علاقة بواحد السيد ووقع واحد المشكل ما بينه وما بينه تخصمنا واحد مخصمة اللي كانت خيبة لأنه وجدت واحد البنت اللي صفتت ليا تتاور ديالها معاه علما أنها قالت لي ما تصفتهمش ليه قلت لها واخا ودرت لي فراسي وصفتهم ليه ديبا نقول لكم علش صفتتهم ليه قال لي راني مرقيت ما نقول لك وراني حشبان منك وما برأش راسه لأنه كل شي كان بين مشا بدوره عنديك البنت وبدأك يخاصم عليها علش صفتهم ليها ولا معها هي جت عندي بدأت كتبكي عليا قال العار راندي شي شي خاوي ديالي عنده هو عفك لما طلبيه معي أنه يرجع لي حيش كي هددني به حيش فضحته معا وانا كنت نويا نفضحه باش أنني نهده أنا بقى فيها لأنه عرط بلي أنه هو اللي كلالي هادماغة باش أنه يتخلوا معها والخطأ منه هو فدويت معاه قلت لها ارجع لها ديالها اللي عندك وخلينا نكمل العلاقة قد يلنا ما بيناتنا عادي وغادي ننضي الراصيب لأنني ما شفتواله وهذه آخر مرة لأنه المرة الجاية ما غاديش نعقل عليك أنا صراحة أنا ذاك كنت بديت نوعا ما كان ولفو وكان تعلق به ولكن هذي الجملة بالضبط انت أنا نكمل معاك قلتها لي فقط غير باش أنه يرد لديك البنت الشيك ديالها باش هكا نكمل معاها باش لاخره ما تضرش ومن بعد نقول لي الله يعاونك المهم رجع لها الأمور ديالها ولكن معرفش كيفاش نقول ليه راني بقيت معاك على حساب فلانا حيت شفته فعلا ندم ولا إنسان وحد آخر كي يبغيني وكي يحتار مني وتيقول لكل شي باللي أنا را خادي نجي نخطبها كنت سناغرة تعطني للمرأة ديالبها ولكن أنا كنت مترددة فهذه اللحظة بالضبط جاء واحد الإنسان اللي هو ريح تشحمه في شاقور واللي عايش في أوروبا شباش يخطبني كنت عقلة عليه مرة وحدة في الججال المغرب ولكن أنا ذاك كنا مازال صغار فهو كان شافت صورة ديالي عند العائلة دياله وعجبته ولكن أنا معمرني ما عقلت عليه عائلت دوهم مع واليدي وقبلوا باش أنهم يجيوا ولكن كان خاصهم الموافقة ديالي واليدي أنا كنت رفضة لأنه كنت تنفكر في قريتي وباللي عاد كان دوز امتحانات وما بغاش نتوج جاوبوهم وقالوا لهم أراها رانيا ما بغتش الحمد لله أنا وليدي يا نعمة ما تزربوش عليها حتى شي حاجة هو غدي تواصل معي في فيسبوك هضرنا سوء لني لماذا ما بغتش رانيا قلت لي هلا أراها حساب قريتي بقى علي بالعكس غدي تجيل هنا وغدي تكملي قريتك غدي نعاونك وغدي نخليك تقرأي وتحققي الأحلام ديالك أنا إنسان منفتح وما عنديش الفكرة أن المرأة تبقى في الدار أو ندلها وكذا وكذا المهم دوخني بكلامه غرني الشيطان وبدأت نقول لي علش الله علش ما لمشيش أوروبا ونكملت أمه ونضي معي أختي ووالي ديها قلت لي صافيا أفلان غدي نفكر ونرد عليك في نفس الوقت كنت كنت ندوي مع الدري لاخر قلبي برد من جهته من نوقع ذلك قلبي نفكر شيامات غدي نهضر مع ماما وقلت لي دري لي ريحك دويت مع ذلك الشاب اللي تبني الزواج واللي كان تيبال لي ما شاء الله من تقاف وحنين وتيسول فيه وكانك يوقف معايا ويقول لي أنا سيقفيك غدي تنجحي وغدي توصل في المتحانات ديولك كان داعم لي بانتياز وافقت وقلت لي واخر وغدي هضروا الوالدين مع بعضياتهم وبدأوا يتفهموا وفي نفس الوقت أنا بقي كان دوي وما تفهموا مع بعضهم ودازت أيام وجاء الشخص الآخر اللي عايش في أوروبا وجاء قلس الشهر في المغرب أطول المتقدر يدير في حياته بقيت يدوي معايا بليراني مرتاح ليك وبغايت نكمل معك حياتي أنا عجبني الحال لأنه جاي ما شاء الله نيشا ناوي المعقول ودير كل شي بالصواب دياله باش أنه غري تزوج في الأول بوحده لأنه والدي كان مراد ونحن لم يكن مشكل يجي بوحده لأنه عائلة عارف البعضيات جاء تشوف وعجبته ودوام عوابا اللي يعجبه الولد كيف يفكر قال لي بابا الشرط الوحيد هو أنك تخلي تكمل قريتها قلنا واخا مرحبا قرنا الفتيحة والدي كانوا ديرين معنا أبل مباشرة من تليفون من بعد واحد ثلث أيام بقينا كان خرجو قلتنا فقهيوة وهضرنا وتقربنا بعضياتنا أكتر كان خاص يرجع باش أنه يمشي يكمل خدمته واحد شهرين ويعود يرجع باش ندير العقد ودرنا طلب في القنصول وبزاف جال تفاصيل درنا العقد وهنا دفعت الوراقي ديالي باش أنا ننجي ولكن لم يكن كفاية لدينا نعرف كيف يرر طبع دياله حيث كان ملحيف خدمته وانا كنت ملحيف في قرايتي حتى شديت الباك أما الصديق الأول تلاقيت باه وقلت بلي راني درت العقد وكانت ردة الفعل دياله صعيبة تصدم بدأت يضحك قلبي بك ومكينا بزوج بينا وقال لي أول مرة في حياته سيبكي على شيء وحده وانا عرفت بلي أنه فعلا كان يبغيني حتى في الأول لم يكن تيقى فيه بثاف وكانت ذلك الليلة قلت لي سأذهب للدار سأقول لها لم يكن ماما لأن لم يكن أصبر ونكمل معك ولكن قلت للدار لأن لم أجرد لم أجرد ماما وكنت قلت قلت تيرانيا ثم لم أكتب لبعضياتكم هدناتني صبرتني وتقبل هو الأمر وحتى أنا ووصلت لقيت لكي نهار قبل سأتنقش مع مخصمة التي كانت خفيفة جاءت لديه مقلقة منه وصلت لي في المطار وصلني للدار الذي كان دياله وقال لي هيا دارك عجبت مع كنت عيانة وقلت تيراني بغين عجبني وارتحت رجعنا للدار المهم دياله أصباح بالحساب لي كان زوين وهو تمشي الخدمة وانا قلت في الدار ونولف كل حاجة بلاصة ويلا كنت أقل مع المثل الأولياء لما جاءتني الصعيبة لأن كنت مولف في دار نعا ماما فشغلت الدار فات السيمانة الباكور كيف تقول وبدأ المشاكل عائلته سكنين تم إذا كنت كنت عمشوا عندهم هو غير عس علي يارب نضع خطأ ولي شيء ما هي لكي نضع عائلته عائلته لي غريب علي رامل العائلة شوية كيف تعرفون ونعرف هم المهم كل شيء فرح بي وعاجب الحال وانا لم كنت نضع الفولار والأب كان صراحة واحد الشخص اللي ماشي بتدين لان وحاش ولي الله شيء واحد يتدين وعرف ما بينه وما بين ملاه ما يحترم المرأة بمعنى مرته يغوط عليها ويبهد لها قدام الناس ويعير فيها وفي الاصل ديالها هذا الفعيل ماشي انتع واحد كي يعرف الدين كان يقول الرجلي اللي اللي مرت كرانيا ما تدخل الداري حيث ما دير الدر ديالها اللي في المفروض ان اخص الدر رجلي كان يقول لي اذا رانيا انت ما ازل ماشي مشكل على خطرك نهار تحسي بروحك بلي انك مستعد لها مرحبا انت مرت انا وبعلى راسي وعيني ولكن يبقى الاختيار ديالك بدين انك مشو عند خوتو لعيالتهم نصف شعر طيبان اخوطو تعيطو علباه ويقول لي ارى ها رانيا جات عنا ما ديره حيث انت حرة شوية الرجل بدك يتبتل عليها بما انه صغير في اخوطو يتبقى ويقول عندك تضحك عليك عندك تخليها رخصت وعندك انا صراحة ما كانش عندي مشكل لانا نديرك فولار ولكن طريقة تجعلني خلتني انني نشد الضط سيد لا راه فرض تقول لي راه عيب وهنا فرق كبير ما بين فرض وما بين عيب لانه فاش تقول لي راه فرض تخاف من الناس لا 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 فكرت حتى عييد وقلت صافي سوف ندير الفولار ليس مشكلة المهم الراجل هو الكلمة ويرجع فيها ولكن لم تطبق ليس مشكلة ولكن السيد يقول لي لا 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 لديك لا لا لديك وعد بابا التي تقرأ وإذا لا تقرأ سنقررها لا لا تقريب تقريب لديك أي ما لا يسعر عوض لديك لديك اعلمني ان انتق في راسي و لا يريد الله يعاونه غيره لا نقديش الناس و نحترم كل شيء و احتراج لي ولكن اللي يخطأ في حقي نحيده من قلبي صبرت و قلت لا هذا رأس زواج خاص ننصبر نحبط فيه نفيسا داس ايام خيبة تعدى الحدود دياله ضربني و واحد الليلة بيتني في الزنقة و دازعني يلوي لكحل و انا كنت اكبر خوافة كيفاش غادي ندوز ليلة رعب على برواب وحدي لا تريد التفاصيل من غير انه وراني وجهه الحقيقي الوحشي اللي كان مخبي من الموردك الوجه لما لعائكي المهمة اني تصبح يصبح صونيت على عائلتي اللي عندي هنا و جو اللي عندي بغوي الدوني ولكن هو ما خلاهمش كل جرأة تخيلوا معي غادي صوني علي اخوه و قال لي اذا اخرجت من الضرراني را اخويا ماشي راجل خصو يقول لك بل انت يا طالقة عدك الساعة خرجي عائلة كانت غريبة وشي كيتحكم في شيء ولكن عارفتوش خصيتي دابة انا درت لي فراسي درت عند المسمى براجلي و قلت ليه الله يعاونك كل شي بقت يشوف فيا حيث انا كنت علمته بلي انه نهار تفوت معي الواحد الخطوط اللي هما حمرين عمرك ما زالت جي تزوجني انا نسمح ليك و انا ذاك كنا تخيلوا معي الله كملنا شهر خرج بالبيجاما و بالسبرديلة و الحمد لله انا غربي نبهني الواحد الحاجة يزوينا طلعت البيتي غير باش ناخد سبرديلتي و بالليا الساكي ديالي اللي ما عنديش في شيء حاجة اقسم بالله اذا الزيتو و كانوا حداش وراق لي محطوطين والله ما كنت عارفة لي لاش الزيتو محطتهم فاشمشيت عند ولد عمي اللي كان مزوج بلوستي بدي تنحل الساكي كان شوف الوراق لي الزيت عاد ضربتني الفيقة كالقابل لي انه موراق لي هما مهمين الفيزا العقد الشاهدة ديال الميلاد وحتى الباسبور ديالي علما انني ما كنتش وعيا علاش الزيتهم و فوقاش حطتهم اصلا تما و ما كانش عندي حتى لقانة اصلا باش انا نقلب عليهم و هما كانوا غير حاضينيش نو اهزا اقدرت مع وريدي وشرحت لهم كل شيء و قالوا لي الله يعاونوا و اقول لي اجيبنيتي عندي اذا بغتي تجي من دابا ولكن عائلتي اللي كانت ما في اوروبا ما خلونيش قالوا لي انت يجيتي هنا خاصك تبقي هنا و عندك حياتك هنا خاصك تكمليها و تدير مستقبلك و كل شيء و الحمد لله انا ما اتطورتش و ما رجعتش مشي تجلست عند عائلتي بدمدفعت الاجراءات متى اطلاق و تطلقنا و الحمد لله انا ما ادخلت لا في اكتئاب ولا حتى شي حاجة كنت قريبة من الله و استمرت عندي الحياة ديالي لي كانت عادية ما عطاش كومش تفاصيل كتير على دياليك العلاقة اللي كانت كلها مشاكل و تقاسل بيا و ايهانة حياتش انا الهدف عندي هو انا ننخلي حكايتي ايجابية المهم انا ذاك ما قدرش انا نمشي المغرب و اخا كانت عندي فيزا ديالعام فما قدرش انا ننغمر فاشتلقت ما غاديش نقول لكم قا عائلتي كانوا رافضين همي من غير واحد بنت خالتي مسكينة لانه الباقي قالوا لي يا صافي ها انتي بقي في الضرح تيجيش يولد الناس و احد اخروا عاودي تزوجي به كان ادول هدفتي لهم ولكن بنت خالتي مسكينة الله يرحم لي الوليد انفاد النار هي اللي قلبت لي على خدمة في واحد الوتيل في الريستو ديالو وكنت عاجباهم في خدمتي واحد نهار غيجي عندي واحد سيد مع واحد صاحبتي مغربية اللي كانت معايا في الخدمة مسئولة على واحد البلاسة وكانت كنت تنصحني في ايطار الخدمة جاءت هي وياه عندي الوتيل وقالت لي يا راني كنقدم لك هادي الشاب اللي خدم في الريستو واحد اخرى حيث حتى حتى احنا في ذاك الوتيل كانت عندنا ريستو بدنا مجمعين شوية مشوا في حالهم ورجعت لخدمتي اديك سيد عجبتو ولا كي يجين عندنا كل نهار للريستو باش يعاوننا حتى شفاش كتكتر الخدمة عندنا كان حتى جدي شاف واحد اخرين اللي اهم كانوا تيجيو وهو كان واحد منهم تل واحد النهار قال لي يا رانيا انا تنجيح لقبلك ما فهمت والو فرحت حيث اجلقيتو حنين وتيقدر المرأة وتيحتار مني واللي بغيتها كان كي يجيبها لي دات يدير بلاستو في قلبي وكي يحجبني وكان عندي ديما تردد انه لا ما تكونش ما بينتنا شي حاجة لانه ماشي مسلم ولكن عمرني ما عمرت به راسي تل واحد النهار قال لي انا كان بغيك بزاف وش حالو انا متردد باش انا نقولها لك وراكي عجبتيني بزاف ودعبا بغيتك وقلت لي اسمعها فلان انا ما نقدرش نكون انا وياك مع بعضنا حيش اش الامور معقدة انا مسلمة واذا غادي تكون شي عالقة غادي تكون ديال الزواج وباش غادي نزوجه رخصك تكون مسلم وغير هذا لا انا لا عائلتي لا ديني انقبلوا حكس هاد الامور كاملهم قال لي لا رانيا انا كان وعدك غادي نفكر حيش كتا تعجبني الديانة ديالكم وبغيت ندخل لها عن حب ماشي حيش بغيت نتوج بك غلا ولكن باش ما يكونوش المشاكل باش نقدر نصوم وقدر نسلي وندير كل شي عان حب قناعني بالغضرة دياله وطلبت منه باش انه يعطني يومين انا نفكر فيها فهد الوقت قلت اجي نعاون هاد السيد نعرفه على ديننا ويشوف الغير الحاجات الزوينة وندمعه حتى هو الآجر حيث كل شي في خدمتي دي ما تسولني شنو استر ديال النشاط ديال كارانيا تقولهم حيش الله معايا ديما وفعلا هذا هو الاحساس اللي كان عندي وافقت على انه تكون مبيناتنا علاقة ليه محترمة ومن بعد يكون الزواج فرح بزاف وكانت يهضر عليها عند العائلة دياله واصحابه وكان فخور بياه دوزنا وقيتها صراحة اللي كانت زوانة محترمة ودي ما رد البال راسي وديرها ربي ما بين عيني ولكن فاش وصل الوقت المعقول وقال ليه خاصنا انها ضرب زوج حسيت بشي حاجة ماشي هي هذهك نشيت لخدمته ندخلت وشافية لقيت عيني حومر ومقلق وفهمت بلي انه كينا شي حاجة ما كتبشرش بالخير قال لي اسمحي ليه ما كنتش باغي نعذبك ولا نضحك عليك ولكن انا بالصحراني بغيتك وتان بغيك ولكن ما قادرش اناني ندخل الدين ديالكم دابا وما زار خاصني الوقت باش اناني نفكر وانت اقلم وبما اناني انسانا ما تعجبنيش نضيع وقتي وكان هاد الانسان اول واحد غادي نبغيه ديال بالصح لأول مرة فقررت اناني ما نكملش معاه خصوصا انه وليدي اراف دين اذا هو ما سلمش وقلت هالي حتى انا قلت لي الله يعاونك وكانت صعيبة عليها فاش دخلت للدار عند عائلتي اللي في اوروبا تسولوني ما نعينيك حمرارانية تان قلوهم لا ارى واحد صاحبتي ذاتك سيدة وماتت بقى فيها الحال وتان بكي واحد البكاء اللي ما عمرني بكيته والعافية كانت شعلة لي في قلبي ولكن هاد الشي دمه الدين تاع ثلث ايام وقدرت انا لنقف علاج لي ومسحته من كل شي وبدلت الخدمة لخدمة واحدة اخرى وقلت الحمد لله مستقلة وقدرت داري وطموبيلتي وخدمتي وما فرطت في قرايتي لانه ما زال باقي عندي الامل والرغبة ان اكملها انا عارفة بلي انا بزاف دي البنسات كي تزوجوا وكي يجوا لنا ويكونوا ناوية لانهم يقرأوا وكي تقلبوا عليهم رجالاتهم او لا تعيشوش حويج لي ما كانوش كي تسنوهم ولكن غادي نقول لك اذا انت وحدة منهم اذا جيتي هنا دقي بيبان بزاف وغادي تقدر تخدمي وخا ما قريتيش وحقوقك ما غاديش يضيعو لك غير خاص كي تكوني قوية وقادة ودخلات وقراتك وما ترجعيش للمغرب حتى تدري وراقيك وبقريتك ويجيبك عامر باش نقوله لدوك اللي يضحكو علينا ربي كان معنا وما خيبناش ولكن ما زل ما سلاتش حكيتي حيث وعتكم انه النهاية دي لا تكون زوينة دابا هذا غادي تبدأ قدمتي غادي انتلقى بواحد الانسان اللي هو عربي مسلم عرفني الى العائلة ديالو الناس اللي هم ادراو شو متسيقين الله ستشغور باش كنعرفو علاقتي بيني وبينو فعلا محترمه ولله الحمد كين المشكلة انه والانسان ما عندوش لوراق في حالي وش حاله هو هنا ولكن ما زل ما سهل عليهم خدم خدمة لي هزوينا وعندو دارو لا هنا ولا في المغرب وما تضيعش وقتو في الاخوة الخاوي وما نبليش جوني عروض ديال الزواج باش انا ننضيرو راقي ولكن ما بغيتش نتزوج غير على هدف بحال هذا بغيت نتزوج باللي عرف قيمتي واللي يحترمني ويعوني انا نحقق احلامي ماشي اللي خليني نرجع اللور هذا الانسان عندوه 38 سنة وانا عندي 22 سنة بنتنا فرق سين ولكن ما عمرني لاحظته فيه لانه هو انسان كله طاقة ويجابية وكانت شاركو نفس الاحلام والاماني ما عارش وش هد القرار غدي نندم عليه من بعد ولا لا ولكن عييت نبقى بوحدي هنا شو حم مرة كان امرض وما كان لقاش لي مدلي حتى الدواء واخا عائلتي هنا را بعيدة عليا تنقول باللي انا هو جال وقت باش انا ننضير خطوة في حياتي واندزوج بهذا الانسان اللي نوي معي المعقول شهر وانا معاه عرفته وعرفت كيفاش تفكرنا وعنما حيتاش نعرف حتى نعرف حتى نعرف ما ننقدش نعرف الحقيقة دي هالشخص فاحنا اليوم بقتلنا سيمانة باش انا ننذير العقد وحايرة واش نكمل معاه ولا لا حيتاش ولا عندي خوف من الزواج باللي كاعرجال اذا تزوجه كيتبتله والعلمه لله هذية كانت حكاية رانيا ولكن من بعد اسبوعين تواصلت معها هذية كانت الرسالة ديالها من جيد في حياتي ابق سيسر وعناني هارشي معتس وجه ذاك الشخص اللي كانت قتل يكون باللي كي يقعيني وكي يحسرني كل شي ولكن انا شوية متردز انا روش من ديره للعقد وكل شي فالحمد لله داس كل شي مسيان طعنا واحد لله جمع فعل عائلة وكل شي كان فرحان وكل شي عجبه الحمد لله اي طرع مقتيب خلق الله وهاتسي دابة كان قلب على الدراسة اللي كان حرب لهم من الرجل اللي كان حرب لهم من الدراسة جيالي وعنا كسمت علقة واحدة على اللقشة ديالة دراسي الحمد لله لنكمل قرائتي لأنني كنت أصدق بشكل أشيطيك الحمد لله لأنني أشعر بشكل جيد نصيحات الأولى للبنات لأنني لهم جميعنا نصيحات الأولى هي القرائة لأنني أعرف بسفة البنات كتبوك وكالي بقاكات القرائة وكالي بقاكات القرائة كان باكر حور وكالي مدار مهم لكالي ما وفقش الله في القرائة كالي ديبلوم تأخذي تقرأي مهم ديري عليش ترجيك تنقوله ومبعد تفكري في الزواج وفكري في ذلك الشيء الأخر لأن هذا الشيء يجعل المرأة تطيق في راسها وما تكون معملة على حياة مرتبة برجل ونصيحة ثانية هي أن إلا شي حاجة مكتبها ما كمش الله ولا شو تشي علاقة ما كاملات ولا وقع في ذلك الشيء عرفوا رحب فيها الخير عن تجربة أنا وقع لي بسفتي الحويات والحمد لله كانت الحاجة باش كانت تفاجع ليها هي صلاتي وقرآني وأقسيم برب الكعبة إلى مين با دو جوغ تخوى جوغ كانوا اللي فرحانة من حيث لا أدري هذا الشيء كامل برحمة الله سبحانه وتعالى وهذا الشيء ما كان شكرا بزفة أميمان شكرا بزفة 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 هذا البرنامج الرائع الله يجازيك بالخير خد شهر مبارك ورمضان مبارك سعيد للجميع وهذه هي كانت حكاية رانيا يا سادة يا كرام كانت تمنى أنكم تكونوا استفتوا منها دمتم في رعاية الله وحفظه نتلقوا ربما غضى في حلقة دينية دائما هذا رمضان كامل مع العشرة ديالليل إن شاء الله لأنه بديت كان نحس بالعياء وأنا ما زال في البداية لأنه في 12 ساعة سوف نكتب وصور ومونتاج وصراحة شي صعيب عليها المهم أنتم غير فعلوا ذاك الجارات في موصلتكم شي حاجة تكونوا انتم ملو لينك تشوفوها دمتم في رعاية الله وحفظه باركو لرانيا وسلام سلام